السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انتوا تكونوا بافضل حال واتم صحة ايريك تنهاج منشستراوي وعلى ما يبدو ان هو خلاص رسميا لان كل الصحافة في هولندا وفي انجلترا بتؤكد ان احنا بنقترب من وضع اللمسات الاخيرة على عقد ايريك تنهاج اللي حيمتد الى خمس سنوات مقبلة واللي مأخر الموضوع هو اتفاق منشسترا رونيتد مع ايكس على قيمة كسر العقد وفاسخه مع ايريك تنهاج لان ايريك تنهاج لسه متبقي في عقده سنة كمان مع ايكس وهي السنة القادمة وايضا احتراما لفريق ايكس اللي لسه بينافس على الدوري الهولندي وبالتأكيد خبر زي ده هيهز الدنيا وان كان هو اتصرب وغالبا التسريبات دي من ادارة منشستر يونيتد عشان تهدي الجمهور شوية وفي نفس الوقت هو انتصار للجماهير اللي انا وانت منهم واللي اغلبنا وتسعين في المية ممكن يكون من الجماهير بتطالب بايريك تنهاج ان هو يكون المدرب القادم لمانشستر يونيتد وانه ما يكونش فيه اي اسماء اخرى بيتكلم معاها منشستر يونيتد فالله بينا ندوس لايك للفيديو واشتراك في القناة وتعالوا نتكلم بقى الكلام اللي يجيب عيال او بمعنى اصح يجيب بطولات كيف ينجح ايريك تنهاج في منشستر يونيتد خلينا في البداية نتكلم على شوية اخبار كده حوالين ايريك تنهاج ايريك تنهاج الراجل لما تكلم مع ادارة منشستر يونيتد وعمله معاه مقابلة الراجل حب يعرف هو عدد الفلوس او قيمة الفلوس اللي حتفتاح ليه كامل عشان يعرف هو هيصرف ازاي وايه المواطن اللي يبتدي ان هو يدعمها ايضا الراجل طلب ان هو يكون ليه الرأي الاول والاخير في القائمة المختصرة اللي بيعدها ادارة منشستر يونيتد بالنسبة للعيبة اللي هم عايزين يجبوها الى منشستر يونيتد الخبر التالت بقى اللي متعلق بايريك تنهاج بيقولك ان ايريك تنهاج لو انتقل من ايكس لمنشستر يونيتد فهو بالتأكيد هياخد معاه انتوني ماسيوس دوسانتوس لاعب برازيلي جناح ايمن الراجل ده اللاعب مع المنتخب الاول بالبرازيلي والاقليبik hopefully عمل من المنتخب الاول الصور juj مع المنتخب الاول برازيلي في الموسم الحالي تسعة مباريات دخل هدفين وعمل اسست اما مع ايكس فلعب تلاتة وعشرين مباراة الراجل وسجل فيهم تمان اهداف وعمل اربع اسستات الموسم الاول اللي هو كان الموسم اللي فات مع ايكس سجل تسع اهداف وعمل تمانية اسست في اثنين وثلاثين مباراة فهو راجل ييجي منه بيقوله عليه موهبة متفجرة وبتتطور كثيرا أنا مش متابع قوي لآيكس عشان أديك رأيي النهائي في الراجل ده بس ممكن الواحد يبص عليه ونتكلم عنه في قادم الموعيد دولا الأخبار المتعلقة حاليا بإيرك تنهاج بالنسبة لللاعبين أو بالنسبة لهو عايز يجيب مين وهو كلامه مع الإدارة إيه أيضا من كلامه مع الإدارة أنه محتاج خمس سنين وأن مشروع مانشستر يونيتد هيحتاج خمس سنين على ما يقدر أنه ينهي تماما أو بمعنى أصح دي الفترة اللي ممكن ينهي فيها مشروع مانشستر يونيتد من الأخبار المتعلقة بالإدارة أن الإدارة عايزة يأما مدرب قديم تدرب في مانشستر يونيتد أو لاعب من أساطير مانشستر يونيتد يكون مساعد لعمنا إيرك تنهاج أول اسم الطرح كان طبعا بامبيرسي قبل كده ولكن حاليا الكلام ما بين اسمين وممكن الاسمين دول يكتمعوا مع بعض ويكونوا التنين مساعدين لإيرك تنهاج ولكن أنا عن نفسي أعتقد أن هو هيكون اسم من الاسمين إذا صح وتم التعاقد معهم أول اسم هو ستيف مكلارن اللي كان الراجل وقت السلاسية هو مساعد للسير أليكس فيرجسون درب في مانشستر يونيتد من 1999 لحد 2001 والراجل أيضا تعامل مع إيرك تنهاج في تفينتي وكان هو المدرب الرئيسي وكان المساعد بتاعه إيرك تنهاج وبيتحدث الهولندية عشان الراجل يبقى فيه تواصل بينه ما بين إيرك تنهاج لما تقلبت الأدوار وحيبقى هو مساعد إيرك تنهاج لكن ستيف مكلارن في دور المدرب الرئيسي لم ينجح النجاح الباهر فده أول ترشيح بالنسبة لإدارة منشستر يونيتد وإن كان ممكن يبقى الترشيحين والاسم الثاني اللي هقوله لك يجتمعوا مع بعض في الطاقم التدريب بتاع إيرك تنهاج أما الاسم الثاني واللي أنا بذهب له واللي أنا حتى سواء اجتمع الاسمين ما اجتمعوش أنا عايز الاسم ده يكون في طاقم إيرك تنهاج وهو ريني مولينستين الراجل ده كان متواجد في منشستر يونيتد وكان عمله أنه هو يطور المهارات الفردية بالنسبة للعيبة والدومة للتيكتيكية بالنسبة للفريق ككل وكان ناجح في الموضوع ده لحد لما ساب منشستر يونيتد في 2013 برحيل السير أيضا الراجل ده لم ينجح النجاح الباهر بكون يكون المدرب الرئيسي بل إنه في أغلب الأوقات كان بيقال في مدة قصيرة جدا لكنه في الدور ده كان ناجح جدا جدا مع منشستر يونيتد إنه هو يقدي وإنت في منشستر يونيتد حاليا محتاج مدرب بالدور ده مع اللعيبة عشان يقدر يرجع ثقة اللعيبة في نفسها عشان يقدر أيضا إنه هو يعمل لك جمل تيكتيكية ويستخرج المهارات الدفينة اللي عند اللعيبة ده إذا كان فيه مهارات الدفينة أو بمعنى أصح يعني يلمع اللعيبة دي شوي اللعيبة دي محتاجة إن هي تتلمع شوي تنضف شوي بدل ما هي مفيش بتحس إنه هو آه كله بيقول لك ده نجم ولكن هو فين النجومية معه أهو الراجل ده هو اللي حيطلع الحاجات اللي عند اللعيبة فعشان كده أنا عن نفسي رايح نحيته ومستني إنه هما يقولوا ده مع إيرك تنهاج في الطاقم التدريبي بتاعه من أخبار الإدارة برضو أيضا اللعيبة اللي هي عايزها حاليا فيه ثلاث أسماء برزت بالنسبة للإدارة هما مستعدين إنهم يشتروهم لإيرك تنهاج على الرغم من إن الثلاث أسماء حيكلفوا ممكن الميزانية كاملة أو ممكن حتى ما نقدرش نجيب الثلاث أسماء مع بعض والثلاث أسماء من الدور الإنجليزي أول واحد وهو هاري كين المهاجم بتاع توتنهام تاني واحد وهو اسمي عارفينه من بدري برضو أيضا وهو ديكلان رايس من ويستهام والثالث اللي ظهر مؤخرا مع أخبار إيرك تنهاج هو كيفين فيليبس اللي كان بيلعب جنب طبعا ديكلان رايس في المنتخب الإنجليزي ثلاث أسماء قوية بيقول لك إن إدارة منشستر رونيتد مستنية بس موافقة عم مينا إيرك تنهاج على الأسماء دي ومستعدين إن هم يجبوهم الثلاثة مع بعض مهما يكلف الموضوع ده على الرغم من إن هم عارفين الموضوع ده هيكلف كتير وإن الموضوع استقطاب الثلاث أسماء دول مع بعض في موسم واحد أو في صيف واحد هو صعب دي بقى كل الأخبار المتعلقة بالحكاية ولكن إحنا يهمنا إيرك تنهاج نطلعه من النص أنا مش جاي هنا عشان أكلمك وأقول لك يا سلام وانت صار للجماهير ومش عارف إيه لأ إحنا عايزين نتكلم هو إيرك تنهاج ينجح إزاي في منشستر يونايتد ما إحنا جبنا مدربين قبل كده جبنا الناجح في كاس العالم فانخال وما ننجحش معنا جبنا اللي قلنا بيجيب بطولات بسرعة مورينيو وما نجحش معنا جبنا اللي قدر يكون أخ كبير للععيبة ولقينا أنه هو في وقت الشدة اللي إحنا كنا محتاجين فيها مدرب الراجل قدر يتحمل الضغطات دي وقدر يتولاها وهو صلوشار وبرضو ما نجحش معنا جبنا اللي قلنا هو مدرب مؤقت بعقلية كبيرة رالف راجنيك وحتى الآن لم ينجح وإن كان هو عشان مدرب مؤقت حتى الآن مش مطالب منه إنه ينجح عشان ينجح إيرك تنهاج فيه أربع أضلاع كل ضلع عليه حاجات لازم يعملها عشان يتم النجاح أولا إيرك تنهاج والطاقم بتاعه ده ضلع الإدارة اللاعبين الجماهير دول الأربع أضلاع خلينا نبتدي بضلع الإدارة الأول إيه المطلوب من الإدارة؟ المطلوب من الإدارة إن هي تقدم الدعم الكامل للمدرب ده بمعنى ما جيش أنا شايف قدامي انتقال مثلا زي هاركين بالطلاق هاركين وصاد مثلا كمهاجم آخر ممكن يطلبه إيرك تنهاج أو شايف ان هو ده اللي حينفعه بالتأكيد هاركين كماركتنج كأن هو لاعب يعمل لك فلوس حيكون أعلى فأنا ما روحش أجري ورا الأوبشن ده واسيب الأوبشن اللي شايفه المدرب أفضل لأن في الغالب إيرك تنهاج حيحتاج أن هو يتعامل مع شباب أو يطعم الفريق بشباب كتير فممكن يشوف أن صفقة زي هاركين في سنه الحالي وبالمبلغ اللي ممكن يطلبه توتنهام هي صفقة ما هواش عايزة أو شايف أن المهاجم اللي هو عايزه ممكن يكون بمواصفات مختلفة مش موجودة في هاركين فبالتالي أنا مفردش رأيي عليه عشان أقول أن أنا حسترد الفلوس دي بتاعة هاركين من خلال بيع تيشرتات وخلافه 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 فعلى الإدارة أن هي تدعب المدرب وتترك مطلق الحرية للمدرب في أنه يبني مشروعه كل اللي عليك أن أنت تحدد أهدافك والخقوق العريضة وتخلي المدرب وانت على وفاق في السياسة اللي هنتبهحها خلال فترة العقد بتاعة المدرب أيضا مع تقديم الدعم المالي والإداري الكافي للكادر ده إن هو ينجح في الفترة بتاعته ده تماما نيجي بقى لللاعبين والمدرب الضلعين دول متربطين مع بعض لأنه هم اللي شايلين لك المشروع ككل بالنسبة لللاعبة لازم ننسى حتة إن إحنا نجوم لازم ننسى حتة التاريحة وإن إحنا لأ المدرب ده مش عاجبنا لأ ده أسلوب ومش عارف إيه لأ 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 أنت نجم أو أنت لاعب مطلوب منك أن أنت تقدي وظيفتك بأكمل وجه بإن أنا أسمع قرارات وتعليمات المدرب وأحاول أني أنفزها على أكمل وجه مع إضافة الجانب المهاري أو ترك مساحة فضية كده وحرة لللاعب إن هو يكرياتف فيها إن هو يبين مهارته فيها أضيف أو أجود بمعنى أصح على التعليمات دي ولكن مع تنفيذ التعليمات كاملة وما نشوفش الإنقسامات اللي بتحصل حاليا واللي بتحصل من ساعة مسير أليكس فرجسون ساب منشستر يونيتد أما بالنسبة للمدرب فهو محتاج إن هو يتعامل مع عقلية اللعيبة الدول ويحاول إن هو ينجح بيهم يحاول إن هو يطعم أيضا الفريق التطعيمات السليمة في الأماكن السليمة اللي محتاجها الفريق ومش إن أنت يبقى معاك طبعا فلوس كتير في الصيف إن أنت تصرفها أو ميزانية كبيرة في الصيف فبالتالي بقى خش يا معلم في المول وبضع اشتري اللي تحتاجه أو اللي ما تحتاجهوش اللي ما تحتاجهوش النهاردة هتحتاجه بكرة ما ينفعش بالتأكيد مش عايز أشوف ما بين الضلعين دول تصادمات لإن لو حصل التصادمات إحنا الخسرانين منشستر ونيتد وجماهيرو هم الخسرانين في الأخير اللي اتنين بيقبضوا مرتبات وتماموا متفلوا ما يهمنيش أنا إيه إلي حيحصل فأنا عايز أشوف تعاون ما بين الضلعين دول المدرب بالأفكار اللي حيدخلها على الفريق بالأفكار اللي حيحاول يطوع اللعيبة إن هي تأديها وإنه لو شاف بعض الأفكار مش ماشية ما حاولش إن أنا أصر عليها في إن الفريق يمشي عليها إذا ما كنتش بمتلك الجودة اللي تعمل لي الأفكار دي فبالتالي لازم أغير أفكاري ولكن لو أنا بمتلك الجودة اللي هي تعمل الأفكار دي فأنا مع المدرب إن هو يصر على أفكاره إن هي تتنفذ وإن أنت تستغني عن أي لاعب شايف إن هو فيه الجودة وفيه المهارة إن هو ينفذ الفكرة دي ومش عايز ينفذها أما بالنسبة لللاعبين فلازم يتعاونوا مع المدرب بإنهم يطوعوا مهارتهم في خدمة أفكار المدرب نيجي للضلع الرابع والأهم أنا شايفه في الفترة اللي جاية باعتبار إن إحنا شايفين الدنيا وردي نوعا ما وإن أول القرارات إن إيرك تنهاج يتعين وإن أنت تسيب له ميزانية كبيرة للصيف وإن أنت بتقول إن أنا حسيب له كلمة الأولى والأخيرة كإدارة وإن هو يجيب اللي هو عايزه الضلع الرابع وهو الجمهور إحنا كجمهور تعبنا إحنا قرفانين جدا أنا حاسس بيك وإنت حاسس بيه من بعد السير إن إحنا يعني أقول لك من أعلى مكان في إنجلترا وإعنا مرة واحدة إلى أسفل السافلي لكن الفترة اللي جاية بالنسبة لنا كجمهور محتاجة الصبر الراجل دا كمدرب معهوش عصى سحرية إن هو يشقلب لك الحال ويبدله من هنا لهنا من تحت لفوق من فريق إنت شايف حاليا إن هو مفكك إن هو مش قادر يقدم مباريات قوية حتى أصاد أضعف الفرق مش قادر يفرض سيطرته إيه لا فريق بيفرض سيطرته على الكبير والصغير بالتأكيد لا وحتى لو هذا ظهر في أول موسم فممكن يكون طفرة وما تشوفوش في تاني موسم فبالتالي إحنا محتاجين عشان ننجح المشروع دا الصبر إيريك تنهاج في أول موسم ليه مش مطالب بإنه يروح يجيب كل البطولات ويلمها في شؤال ويقول لك اتفضل أنا جبت كل البطولات لا إحنا مطالب إن هو يفهم الفريق ويقدم كورة جيدة نوعا ما أو جيدة جدا أو ممتازة من نص التاني للموسم وأنا بتكلم على متطلباتي أنا واللي اعتقد بتتفق مع كتير هتقول لش معنى من نص الموسم لأن نص الموسم الأولاني هو هيتعرف على الفرقة هو هيولف الفرقة ويجنسها مع بعض كده ويحصل التجانس ما بين الفرقة فبالتالي أنا أخد بعد 3-4 شهور سمار دا ومن تاني موسم مطالب من إيريك تنهاج إن انت تبتدي تبحث عن البطولات الكبير منها والصغير مفيش مانع عندي إن أنا أخد بطولات في أول موسم واتمنى إن أخد الكبيرة قبل الصغيرة كمان ولكن الصبر لأنه زي ما انت شايف إن احنا منتصرين بمطالبتنا لإيريك تنهاج إن هو يكون المدرب على حساب بوكوتينيو اللي أنت وأنا معتقدين إن الإدارة رايحة نحيته أو بتمين لي ولكن نزولا إلى رأي الجماهير حتجيب إيريك تنهاج فإحنا لو صرنا بقدري برضو حيبقى في قرار لإرضاء الجماهير بإن انت تخرج إيريك تنهاج من المنظومة حتى ولو كان إيريك تنهاج بيؤدي إلا عليه ولكن الجماهير غير صبورة على البطولات ممكن نستنى موسم واتنين ونبتدي نحصد في الموسم التالت من الحاجات اللي أنا خايف منها في فترة إيريك تنهاج هي الإدارة الإدارة في الحاجات اللي هي بترميها من تحت لتحت وعلى لسان اللعيبة القدامة شفتوا لأ بوكوتينيو لو كان جهة كان أحسن لأن بوكوتينيو عارف الدور الإنجليزي ده بيدرب لأول مرة في الدور الإنجليزي بص انتوا طلبتوا الجماهير طلبتوا إيريك تنهاج وإحنا جبنا لكم طلبكم ولكن شوفوا إحنا اللي كان لنا الرؤية الأفضل إيريك تنهاج مش أحسن واحد يمسك الفريق الحاجات اللي بتترمى دي في الصحافة الصغيرة بتأثر جدا سواء في الهياج الجماهيري أو على نفسية اللاعبين أو حتى على نفسية المدرب زي ما قلتهم أربع أضلاع لو كل واحد فيهم تكاتف مع الآخر وكل واحد فيهم أدى دوره على أكمل وجه بدون ما يجور على دور الآخر في إطار تعاوني ما بينهم هنأكل الشهد هنوصل لللي إحنا عايزين مش عارف أنا إيه الكلام الكبير اللي ملاعبك اللي بقوله ده ولكن ده بجد اللي أنا حاسبي إحنا كلنا كجماهير إبارة لعيبة مدرب محتاجين إن إحنا نتعاون مع بعض في خليط واحد عشان نقدر نخرج مانشستر يونيتد اللي إحنا عايزينه نرجع مانشستر يونيتد إلى المنصات تاني ولا التدويجات من تاني في النهاية ده كان كل اللي عندي عن أخبار إيرك تنهاج واللي تقريبا رسميا بقى هو المدرب الفني أو المدير الفني لمانشستر يونيتد الموسم القادم مستني طبعا رأيك انت تقولهولي في الكومنتات وانت شايف مين أهم اللعيبة أو أهم المراكز اللي ممكن نجيب فيها لعيبة تخدم إيرك تنهاج وبالطبع لما حيتم الإعلان رسميا عن إيرك تنهاج هحاول إن أنا أعمل حلقة فيها نتكلم هو إيرك تنهاج بإيه لعب إزاي وإيه أهم المراكز اللي محتاجها وكمان الترشيحات من اللعيبة سواء داخل أو خارج الدوري الإنجليزي اللي احنا ممكن نحطها في المراكز دي أتمنى أن يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو ما تنسنيش من لايك الاشتراك في القناة وأشوفكم بأتم حال وأتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته